السلام عليكم يارب تكونوا بألف خير تعالوا بينا النهاردة نعمل حالة رمضاني ليبي بالطريقة الأصلية جبت الطريقة دي من قناة مطبخ الليبي طريقتها سهلة جدا وعجبتني وشبيهة جدا جدا بالحالة الرمضاني المصري عندنا تعالوا بينا يلا أعرفكم الطريقة بتاعتنا النهاردة قد إيه هي سهلة وبسيطة هنعمل حالة رمضاني اللي هي محل بية الرز بطريقة سهلة جدا 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 وزي ما قلتلكو هي تشبه جدا حالة رمضاني مصري عندنا احنا بنقول عليها المهلبية تعالوا بقى نشوف محلبية الرز دي بتتعمل ازاي وقدي ايه طريقتها سهلة وكمان نبدأ كده مع بعض على بركة الله نبدأ كده نسمي الله ونصلي على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يلا بقى نشوف قدي المقادير بسيطة وكمان كلها موجودة عندك في البيت مش هتحتاري خالص نبدأ كده يلا نشوف اهم حاجة يكون عندنا لبن حليب اي نوع يعني لبن حليب جموسي او بقري مش هتفرق معنا خالص تقدر تعملي المحلبية دي به وهنشوف مع بعض التركية المهمة اللي نقدر ان احنا نعملها في البيت ومش هنحتاج خالص ان انت تشتري اي حاجة من بره معايا هنا كوبايتين من اللبن الحليب زي ما قلتلكو اي نوع متوفر عندكو حتى لو لبن شركات مش هتفرق خالص كأنك بتعملي مهلبية بالمصري بالزبط مش اكتر من كده تمام هنا بقى هنشوف المكون السري هنا هو الرز ولكن احنا هنا هنعمل الرز المطحون يا بنات ده رز مطحون رز مصري عادي خالص اخدته غسلته ونشفته كويس وبعد كده حطيته في المطحنة ولكن حطيت عليه اضافة اداتني نكهة حلوة جدا في المحلبية هي زرة بسيطة خالص يعني حاجة بسيطة خالص خالص من فص من المستيكة بس يكون بسيط خالص فص مستيكة بسيط وحطيه في الكبة ويا كوباية من الرز واتحنيها في البيت كده في المطحنة مش هتحتاج ان انت تشتري الرز المطحون الجاهز لو انت بقى حابة تشتري دقيق رز براحتك تمام وهنا هنستغنى تماما عن النشا ونعملها بدقيق الرز عجبتني الفكرة وقلت اجربها معاكم على الكبايتين من الحليب حطيت معلقتين كبار من دقيق الرز وكمان هنا السكر او التحلية بتاعتك اختياري انا هنا حطيت على كبايتين اللبن 3 معلق كبار من السكر العادي تقدري انت تزيد السكر او تقليليه على حسب ما تحبي هنا بقى النكهة بتاعتنا انا هضيف الفانيليا في اصل الفيديو اللي انا شفته على قناة مطبخ الليبي كانت مستخدمة ماء الزهر ممكن جدا احنا نستخدم الفانيليا وانا كمان حبيت اجرب ماء الزهر ولكن نكهته ما كانتش هي بالنسبة لي احسن حاجة الفانيليا بالنسبة لي هي احسن حاجة فهنا هستخدم نكهة الفانيليا بس في الاخر خالص كانك بالزبط بتعملي مهلبية مصري تمام ولكن استبدلنا النشا بدقيق الرز وكمان الليبي كده على البارد المكونات كلها وارفعيها بعدها كده على النار زي ما احنا شايفين نار متوسطة واستمر في التقليب علشان ما تكتلش منك وتكالكع وما تكونش مصبوطة معاك لا استمر في التقليب مش هتاخد وقت طويل خالص ما تخفيش عايز اقولك كمان لو انت حابة تضعف الكمية ضيفي سبع كبيات من اللبن عليهم كباية كبيرة من دقيق الرز تمام لان ده اصل الفيديو لكن انا حبيت لما اجرب اجرب في كمية بسيطة وانتو كمان يا بنات عودوا نفسكو على كده يعني لما تيجوا تجربوا وصفة حاولوا ان انتو تجربوا في كمية بسيطة شايفين بقى مع استمرارية التقليب ونار متوسطة شايفين قوام المحلبية وصل معانا الفين روعة روعة في الوقت ده بقى انا هبدأ اضيف النكهة بتاعتنا تمام تضيفي بقى اي نكهة تحبيها هنا ضفت الفانيليا حابة تضيفي ماء زهر براحتك خالص حابة تضيفي نكهة ايرفة اي نكهة تانية تحبيها زي ما تحبي ولكن احنا بالنسبة لنا الفانيليا هي احسن حاجة هنا خلاص استوت معايا المحلبية يعني اول ما تاخد اول غلوة كده لا ما تطفيش عليها سيبيها شوية على النار تبدأ ان هي تباكباك زي ما احنا شايفين كده تقدر ان انت تتأكد في الوقت ده ان هي استوت تماما ولكن اهم حاجة استمر في التقليب خلاص كده استوت معايا بابدأ اجهز بولات كبيات اطباق اي حاجة هتبدأ ان انت تقدمي فيها المحلبية بتاعتك بس اهم حاجة البولات بتاعتك تكون جفة تماما ما فيهاش اي مية يعني تكون متنشفة كويس جدا ومجففة حلوة نشفيها بفوتة مطبخ كده نضيفة علشان تكون معانا الوصفة حلوة جدا زي ما احنا شايفين ممكن جدا تقدميها في كاسات في اطباق على حسب ما تحبي شايفين القوام روعة حرفيا بجد روعة اهم حاجة معلقتين كبار هرميين من دقيق الرز يابنات على كبايتين من اللبن الحليق وهنا الكباية بتاعتي ما كانتش مجد كبير ولا حاجة كان 250 ملي تمام بعد ما صبتها ده شكلها ممكن تقدميها بالشكل ده زي ما احنا بنقدم المهلبية في مصر ولكن كان ليها تكنيك خاص صديقتي على اليوتيوب صاحبة قناة مطبخنا بالليبي فكانت مزينة بالقرفة ولكن نكهة القرفة ناس كتير بتحبها اه وصحية جدا ولكن ناس كتير برضو مش بتحبها قوي اما انا بالنسبة لي هنا زي انت بالكاكاو الكاكاو طعمه بيكون حلو وكمان الولاد بيحبه جدا وكمان مغزي جدا تمام فتزيني زي ما تحبي لو انت حابة تزيني بالقرفة تجربة حلوة اكيد وكمان ممكن تزيني بالاقتراح اللي انا اقترحته عليكم النهاردة هو الكاكاو الخام ولازما بقى هنحط شوية تطشاط من بتوعنا المصريين فهنشوف هنكمل التزين مع بعض ازاي انا حبيت ان انا افرد الكاكاو بالشكل ده ده طريقة ممكن ترشيه بالشكل العشوائي دي طريقة تانية ممكن نعمل زي صديقتنا صحبة الفكرة اللي انا جبتها من عندها اي كانت مزينة بالطريقة اللي انا هنشوفها مع بعض دلوقتي دي يعني تقريبا كده قسمت الشكل من فوق بالطريقة اللي احنا شايفينها دي التزين ده دي حاجة ترجعلك انتي على حسب ما تحبي وزي ما قلتلك ممكن جدا جدا تقدم المحلبية سادة خالص بدون اي تزين تمام قدامك كل الاقتراحات دي وقدامك افكار التزين زي ما قلتلك حاجة ترجعلك ده الشكل النهائي ده الفنش ده اللي هيجزي بالعين ده اللي هيخلي الفكرة مقبولة عند كتير جدا من الاطفال او الكبار يعني التزين دي حاجة مهمة تمام ففقري كده ويشوفي اي فكرة عجبتك تزيني زي بالكاكاو او تزيني بالطريقة الاصلية اللي هي بالقرفة فزي ما تحبي قولي لي كمان في التعليقات اكتر نكهة بتحبوها في التزين ايه وايه الشكل اللي كان حلو كده في الاخر ويجزي بالعين كده ويفتح النفس تمام حطيته كده بالشكل ده وهنا كده اجتمل الشكل النهائي دي الطريقة اللي اتقدمت بيها ودي الطريقة اللي انا اقترحها عليكم ان احنا بعد ما حطيت الكاكاو ويه غطيت بيه ويش الطبق خالص كده تماما حطيت عليه كده شوية من الفرماسيلة الالوان الفرماسيلة الالوان دي كده بتكون عبارة عن شوكلت كده بالالوان بيكون طعمها حلو ومحبوب جدا جدا عند الاطفال بكون شكلها لذيذ كده يعني انا حبيت ما سيبش الكاكاو المفروض سادة وحبيت احط عليه الشكل الاخير ده اللي هو الفرماسيلة الالوان يعني احنا عندنا هنا افكار كتير للتزيين فانت شوفي ايه اللي يعجبك وابدأ ان انت يقدميها بيها ولكن الفكرة طلعت ممتازة ان احنا نعمل المهلبية دقيق الرز دي كانت فكرة حلوة وعجبتني جدا هي شبيهة كده بالرز بلبن عندنا ولكن احنا طحلنا الرز فدته كده مزاق وقوام مختلف بجد حرفيا عجبتني جدا الفكرة واتمنى لما تجربوها تقولولي رأيكو في التعليقات اكيد اكيد هستنى رأيكو ولو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو واشوفكو الفيديو الجاي على خير مع السلامة ورمضان كريم اكيد علينا وتحية كبيرة جدا للشعب الليبي ويبدأوا جربوا عندنا كمان المهلبية المصري ويقولونا رأيكو فيها